بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أيها الإخوة الكارم ما زالت قراءتنا في كتاب الفرائض وفي قسمة التركات وقبل أن نبدأ بدرسنا نحب أن نرحب بإخوتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة المباركة ونقول هنيعا لكم ما حباكم به المولى من فضل وما تفضل به عليكم من إنعام حيث أتيتم من بلاد بعيدة تطلبون الأجر وترغبون في المثوبة فأسأل الله أن يتقبل حجكم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مسكورا وعملا صالحا مقبولا أيها الإخوة الكارم قراءتنا في هذه الليلة في كتاب قسمة التركات وفي فقه المواريث ولعلنا في نهاية الدرس نستمع إلى ما لديكم من أسئلة لأجل أن نتناقش فيها علنا أن نصل فيها إلى الفائدة إن شاء الله قراءتنا في هذه الليلة أيها الأحباب فيما يتعلق بالإقرار بمشارك في العرض ومر بنا قبل سنوات الإقرار بالنسب وماذا يجب فيه قلنا قبل عشر سنوات أو أكثر بأنه إذا أقر إنسان بنسب آخر قال هذا أخي أو هذا ابني أو هذا أبي فلابد من توفر ثلاثة شروط لابد من توفر ثلاثة شروط أن يكون المقر به أو أن يكون الإقرار ممكن وأن لا ينفي نسبا معلوما وأيضا الثالث نقول إذا كان المقر به بالغا أن لا ينفي ذلك بل يصدقه لابد من توفر ثلاثة شروط أنا أقر بأن هذا ابني لابد من توفر ثلاثة شروط فإذا اختل واحد منها فالإقرار في غير محله وأيضا أن يكون ذلك ممكن أما إذا كان غير ممكن فهذا لا يعتد به ثالثا إذا كان المقر به بالغا فلابد أن يوافق على ذلك وأن لا ينفيه وأنا أمثل لذلك بمثال مختصر مثلا أنا أمشي في هذه الساحة وأخرج من الحرم وبصحبة نواف فيقابلني أحد يقول من هذا؟ أقول ابني يقابلني الثاني يقول من هذا؟ ابني كيف ابنك؟ يعرفونه بأنه نواف الهويمل يعرفونه بأنه من القوعية من ولادته ونشأته ودراسته في المتوسط وفي الجامعة وكذا وكذا كيف صار ابني؟ فهذا لا يعتد هذا الإقرار لا يعتد به لأن نسبه معروف وثابت لا مجال للتردد فيه أو لا مجال لزيادة فيه أو نقص فأنا عم في نسبا معلومة فهذا الإقرار لا يعتد به الثاني أن يكون ذلك ممكن أن يكون ذلك ممكن أين الشيخ أحمد اليوم؟ الشيخ أحمد ما جاء فمثلا أنا أمشي الشيخ عبد الله أقول من هذا؟ أعني الشيخ بكاي قال هذا عبني معقول الشيخ بكاي يكون عبن للشيخ أبد الله هذا غير ممكن هذا غير معقول وغير ممكن الثالث إذا كان المقرب به بالغا أن يصادق على ذلك وإلا فلا هذا مر بنا قبل عشر سنوات أو أكثر فيما يتعلق بالإقرار بالنسب وما يترتب عليه الآن الإقرار بالوذ بالميراث فهل يمكن أو لا يمكن نقول يمكن بضوابط إذا صادق كل الورثة فنحن لا إشكال لديناها إذا قالوا نعم هذا أخونا وقد عاش في بلد كذا ولم يأتي لهذه الديار ولم يحصل أنزارها فنحن نوافق ونصدق لأن ذلك ممكن لأن جميع الرجل مات لكن الورثة أقروا بشراكته لهم بدل ما نقسم المال على اثنين قسمناه على ثلاثة بدل ما نقسم المال على ثلاثة قسمناه على أربعة وإذا اعترض أحدهم فمن اعترض قلنا مآلك إلى القضاء تذهب إلى القاضي والقاضي يحكم بما به براءة الذمة أنا أذكر أيها الأحباب مر بي قضية وكان هذا الذي يشك في نصبه أو يشك في انتماعه عمره 32 سنة وجاء وقال إن أبي فلان وقد جاء إلى بلد كذا وتزوج أمي وأنجبتني وعشت مع أمي سنوات والآن علمت عن لي أهل وأتيت لأجل أن أطالب بإثبات نسبي ولأجل أن أطالب بميراثي قلنا للفريق الثاني ماذا تقولون قالوا أبدا وليس أخونا ولا نعرف طيب ما الدليل على ذلك قالوا صحيح أن والدنا ذهب إلى بلد كذا وتزوج وأنجبت زوجة ولد لكن مات وعندنا شهادة ميلاد شهادة وفاة بأن الطفل الذي أنجبته زوجة والدنا قد مات أرسلنا الشهادة إلى مصدرها فقالوا لأنها مزيفة وليست صحيحة لاحظتم أمامي سبحان الله الشبه مئة في المئة ليس بينهم أي فرقين وحتى علامات في الأنف علامات في أنف أحدهم هي في هذا الآخر كما هي عليه وبعد التحري والبحث والمراجعة أثبتنا نسبه وأنه يستحق الميراث بعد أن نفوه بعد أن نفوه فنقول أيها الأحباب إذا الورث أقر فلا إشكال لدينا وإذا نفو فنحن نتحقق والشرع يحرص على إحقاق الحق وإعطاء كل إنسان ما يستحق أما الإقرار بالنسب فقط بدون ميراث بدون مال فهو يحتاج إلى ثلاثة أولا أن لا ينفي نسبا معلوما الثاني أن يمكن ذلك الثالث أن يوافق المقر به أن يمكن ذلك يعني ما يكون اللي عمره خمسة وعشرين ووالد لمن عمره أربعين كيف يكون ذلك فهذا غير ممكن فلذلك ذكر الفقى هذه المسائل ونحن الآن نقرأها ونتناقش فيها بسم الله الرحمن الرحيم باب الإقرار بمشارك في الميراث بمشارك في الميراث بمشارك في الميراث جعتني زوجة قالت إن زوجي قد مات وإني أستحق الثمن قلنا نعم الزوجة لها الثمن بعد فترة جعت ثانية قلت لا أنا زوجة أخرى قالت بأنها مطلقة ولا ترث وانتهت عدتها قلنا الطلاق يحتاج إلى إثبات تحققنا ما وجدنا ما يثبت الطلاق فقلنا الأصل بقاء الزوجية فإذا أثبتنا الطلاق فأنت تنفردين في الثمن وإذا لم يتحقق الطلاق فهي شريكة لك وهذه مسائل تكثر أو أنه مثلا إخوة ينفون أحدهم أو ينفون كذا إلى آخر نعم إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث كان في رجل لما وقت يعني عندما يكون هناك إيماء يعني مملوك بالرقاء ورجل تسرى كما أحل الله له فأنجبت له يعني سرية هذه ولد أهله يعني زوجته وأولاده من أمهم الحرة قالوا هذا ليس بابننا وإنما هو الله أعلم ماذا يكون بعد التحقق والبحث وكان عمره يمكن عشر صنوات أو خمسة عشر صنة وجدنا الدفاتر والأوراق التي مع الرجل يحتفظ بها جاءته برقية من صديق يقول نهنيك بالمولود فأجابه أشكرك على تهنيعتك وهذا يعتبر اعترافاً وإثباتاً لأن المولود له وأنه من صلبه وهكذا فالقاضي يتحر هذه المسائل ويحكم بما به براعة الذمة ثبت نسبه وورث لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وهذا من حقوقه ومسائل يعني إذا تذكرها الإنسان يجد عنها كثر من هذا الباب وأذكر مرة جاء جاء رجل وقال إني تزوجت فلانة وكان عندها بنتين واحدة عمرها عشرين سنة والثانية عمرها اثنين وعشرين سنة وإنهم بنات لا وليس بناتاً لي قلنا طيب من أبوهم قالوا أبوهم جاء من بلد ولا يعرفون هذه البلاد وتزوج المرأة وأنجبت له أنا ما يصير الكلام هذا أنت من عشرين سنة تقول هؤلاء بناتي وتثبت أنهن بناتك عند الكبير والصغير وتسجلون في المدارس بأنهن بناتك من زوجتك فإذا أمكن إحضار الأب الذي تدعونه ونحقق معه فإذا كان صحيحاً أمكن أما البنات الآن علقنا بك وإذا أبعدناهن عشنا بدون أب فلابد من إثبات الأب الشرعي وأنت أقررت فما دمت أقررت فنحن نؤاخذك بإقرارك وهكذا نعم وإن أقروا لمن يسقطهم كإخوة إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث يعني عنده ثلاثة أبناء قالوا عندنا أخو رابع يعيش في بلد كذا موافقين كلكم قالوا نعم كنا خلاص ما عندنا معنا أي وبأثلنا حتى الزوجة مع أن الزوجة ما عليها ضرر الزوجة لها الربع أو الثمن مثلا لها الربع إذا كان ما في فرع وارث ولها الثمن في هذه المسألة لها الثمن لكن الأولاد البنات كلهم أقروا فمعناه مدام أقروا نعاخذهم بإقرارهم نعم بعد موت موريثهم يقومون مقامه المال صار لهم بعد وفاته والنسبهم المسؤولون عنه فأقروا بأن هذا أخوهم فشريك لهم في الميراث فنحن لا نمانع من ذلك لأن الأمر لا يتعداهم نعم لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه في ماله إذا كان عنده مال فؤلهم وحقوقه إذا له حقوق عند الآخرين يطالبون به يعطي يقول أنا أريد منك مثلا عشرة ألاف ريال طيب ما بينه وبينك علاقة قال نعم صحيح لكن أبوي بينك وبينه علاقة وفي ذمتك له عشرة ألاف ريال وأنا أطالب بحق أبي نسمع ولا ما نسمع نسمع القضية ونعتبرها ذاتا يعني لها نصيب من الاعتبار نعم وإن أقروا لمن يسقطهم كإخوة أقروا بابن ثبت أقروا بما يسقطهم أقروا بما يسقطهم وش معناها يا شيخ علي هذه فإن أقروا بما يسقطهم بعده يا شيخ أحمد أنت يا بني نعم لا أقروا بما يسقطهم ولد أكبر من الأب لا بعده هذه هذه غير هذه غير شيخ أحمد شيخ أحمد أقروا بما يسقطهم أقروا بما يسقطهم فإن أقروا بما يسقطهم شيخ أحمد أقروا بما يسقطهم ثبت نسبوا أنه ولد أخوهم حقيقي وأنهم لا يستحقون من الميراث شيخ نعم لأن الجميع ورثة لو لا الإقرار لأن الجميع ورثة الإخوان ورثة فلولا إقرارهم لوارثوا فنحن نعاملهم بالإقرار ونمنعهم أو نحرمهم من الميراث لوجود من يحجبهم حجب حرمان نعم فأشبه ما لو أقروا بمشاركهم بمشارك لهم وإن أقر بعضهم لم يثبت النسب وإن أقر بعضهم واحد قال أخوي واحد قال هذا ابن أخوي والثاني قال لا ما هو ابن أخوي نقول الآن نرجعوا للقاضي لأن المسألة مثلا هذا قد يكون لأقرب النسب أخذ مثلا مبلغ أو أخذ رشوة ليقر والثاني عنده الحقيقة فمعناه نطلب الإثبات الشرعي إن أقر بعضهم ونفى البعض نقول القاضي يتولاها وحكم القاضي يعني يرفع الخلاف نعم ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده ودفع المقر إلى المقر له ودفع المقر نقول مدام أقررت المال اللي بيك عطه ولد الميت واللي ما أقر يبقى بيده حتى يصدر الحكم الشرعي نعم ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فإذا خلف ابنين فأحد الأبناء أقر بأن له أخ يصر ثلاثة أبناء والثاني قال لا بس نوفلان هذا ما هو معدن واحد أقر واحد نفى نعم فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها الخمش لأن للذكر مثل حظ الأنثيين نعم وإن شئت ضربت مسألة الإقرار أو وفقها أو وفقها أو وفقها في مسألة الإنكار نعم ودفعت إلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار أو وفقها هذا يوضحها القاضي ويبين ما لكل منهما نعم وإلى المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها فما فضل فما فضلا يعني فما بقي فما فضل فهو للمقر به فهو للمقر به وإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به لأنه يقر على غيره نعم فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب من اتفق عليه فصاروا ثلاثة أقر أحدهم بأخ رابع فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكون اثني عشر للمقر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمنكر سهم في مسألة الإقرار أربعة ثم إذا أقر المتفق عليه بالمختلف فيه فله مثل سهم المقر نعم وإن أنكر وإن أنكر فله مثل سهم المنكر وهذه كما قلنا يعني القاضي يفصلها ويبينها ويذكرها في الصك لفلان كذا ولفلان كذا وفلان لا يستحق شيئا نعم والفضل المختلف فيه وقال أبو الخطاب إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه وأنكر المختلف فيه المتفق عليه فإن المتفق عليه يأخذ من المقرين من المقرين ربع ما في أيديهما ويأخذ المختلف فيه من المقربة من المقربة ثلث ما في يده وتصح من ثمانية للمقربهما سهمان وللمتفق عليه سهمان وللمقرب أحدهما ثلاثة وللمختلف فيه سهم وإن كان الوارث ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما ثبت نسبهما سواء تصادق أو تجاحد يعني كل واحد جاعد الثاني لأن نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم قال لي ما في شك أثبتهم ويحتمل أن لا يثبت نسبهما رواية ثانية إذا تجاحد إذا كل واحد قال لا ما لعلاقة ولا عارفه لأنه لم يحصل الإقرار من جميع الورثة وإن أقر بواحد بعد آخر ثبت نسب الأول ثبت نسب الأول وأعطاه نصف ما في يده ثم إن صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع إليه ثلث ما في أيديهما وإن أنكره الثاني لم يثبت نسبه ودفع إليه المقر ثلث ما في يده فصل وإن أقر من أعيلت له المسألة مسألة في عول والعول زيادة في السهام ونقص في العنصباء يعني مثلا أصل ستة يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وأصل ثلاثة عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر وأصل أربع وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين فهنا يبين إذا كان المسألة فيها عول وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يسقط العول كزوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ لها فاضرب وفق المسألة وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكون 72 للأم ربعها 18 وللزوج ربعها وثمنها 27 وللأخت سهمان في مسألة الإقرار في نصف مسألة الإنكار وهي ثمانية يبقى 19 يدعي المقر له منهما 16 فإن مضى الزوج على الإنكار أخذ الأخ 16 وبقيت ثلاثة يقران بها للزوج وهو ينكرها ففيها ثلاثة أوجه أحدها تدفع إلى بيت المال لأن ما في أحد يدعيها أحدها يدفع إلى بيت المال لأنه مال لا يدعيه أحد فهو كالمال الضائع والثاني يقر في يد العخ تبقى عند الأخت يقر في يد الأخت والثالث والثالث تترك في بيت المال حتى يصطلح يترك حتى يصطلح عليه لأنها لا تعدوهما وقد جهلنا مستحقها منهما وإن أقر الزوج بالأخ فهو يدعي تماما نصف تسعة والأخ يدعي ستة عشر فالجميع خمسة وعشرون والمقر به من السهام تسعة عشر لا تنقسم على خمسة وعشرين فاضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في خمسة وعشرين ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا هنا أيها الأحباب يعني ما يتعلق بالمفقود والآن تيسرت الأسباب وتوفر كثير من الأمور التي تجعل الناس يعرفون فلان هو حي هل هو حي أو ميت بينما في الزمن السابق قد يجهل الشخص وتجهل حالته ويعمل له مثلا تقسم تركته وتتزوج زوجته ثم يأتي بعد فترة وإذا به على قيد الحياة وأنا أذكر نموذجا لذلك فيما يتعلق برجل من التابعين اسمه فروخ وهو أبو ربيعة الرأي ويسمى ربيعة بن عبد الرحمن عالم المدينة وشيخها الذي يعتبر من الأفذات والده فروخ كان من المجاهدين وجاء إلى المدينة وقد وحبه الله مالا ورغف في الزواج فتزوج امرأة صالحة في المدينة ثم اشتاق إلى الجهاد وخرجا وزوجته حامل بقي في سفره ثلاثين عاما لا يدرى أحي هو عن ميت ما شعروا في ليلة من الليالي إلا وبفارس يأتي إلى المدينة ويسير في أسواقها وعلى فرسه ويجد بيتا ويدفع الباب ويدخل وكان ربيعة قد تعهب لصلاة الفجر يريد أن يصلي الفجر في الحرم وعذاب الفارس يدخل من أنت؟ قال هذا بيتي قال ربيعة هذا بيتي أنا فتماسكا فكل واحد يعني يضرب الثاني وكل واحد يتكلم على الثاني هذا يقول بيتي وهذا يقول بيتي وربيعة يقول سأخبر الوالي بأنك يعني دخلت علينا الدار عنوى واذاك يقول لا بيتي والله ما بعتها وما مهبتها وكانت المرة في علية يعني في دور ثاني أو كذا طلت مع نافذة أو كذا وإذا به فروخ الذي تعرف فقالت يا فروخ يا ربيعة يا ربيعة هذا أبوك هذا أبوك فتعانقا بعد ثلاثين عاما من سفر الرجل وبعد أن أصبح ربيعة من أكبر علماء المدينة وعند ذلك ذهب ربيعة إلى المسكد وجلس في حلقته بعده الأب تجد توضى وذهب وجد حلقة كبيرة وأكثر من فيها معمم يعني ناس كبار مهم صغار مهم طلاب صغيرين لا معممين يعني كبار فتعجب قال من هذه لمن هذه الحلقة قالوا أتى لا تعرفه قال أولا قال لا ما أعرفه قالوا هذا ربيعة هذا شيخ المدينة هذا ربيعة الرأي يقولون له وكيف حال قالوا وقد علمنا بأن والده قد جعا هذه الليلة وما دروا أنه هو المتكلم فحمد الله وأثنى عليه وهذه حصلت في الصدر الأول وأذكر أيضا أنه مر بي قضية وكان هناك يعني رجل سافر ويعني عرفوا أنه قطعت أخباره وعايسوا من وجوده بعد أكثر من عشرين سنة أو خمس وعشرين سنة جاء وكان في جزيرة قرب البحرين يشتغل في السمك ويصيد ويشتغل ونسي أهله ونسي أولاده وجاء بعد فترة طويلة فنقول الآن قد ينظر هذا لأن الناس يعرفون من يعني يكون الواحد معه جواز من أين ذهب والجواز يبين في البلد اللي دخلها ومتى دخل وهل خرج أو هو فيها فهنا من المعلومات من قد تساعد على معرفة الشخص هل وحي أو ميت الفقه عليهم رحمة الله ذكروا السفر إذا سافر الإنسان فهناك سفر غالبه السلامة وسفر غالبه الهلاك فقالوا على ما سيأتي إن شاء الله إذا كان السفر غالبه السلامة كمن ذهب لطلب العلم أو من ذهب للسياحة فنحن ننتظر تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة منذ ولد وإذا كان السفر غالبه الهلاك فنحن ننتظر أربع سنوات منذ فقد أربع سنوات منذ فقد لأنه السفر غالبه السلامة غالبه الهلاك وربما يكون السفينة في البحر يعني غرقت أو الطائرة مثلا سقطت ولكن نقول إن الوسائل الآن عندنا يعني تيسرت وحصل فيها يعني ما يريح البال ويطمئن الخاطر ونعرف الشخص أين ذهب ويكون الاتصال به بالهاتف أو بغيره ولا إشكال ونقول هنا لا نحتاج إلى أربع سنوات ولا إلى تسعين سنة وإنما الطريقة المثلى الطريقة المثلى أن نرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يجتهد وإما أن يثبت يعني يقول ثبت لدي أنه قد مات وإما أن يقول أنه ثبت لدي أنه حي فيصدر القاضي الحكم فإذا أثبت القاضي وفاته قسمنا التركة وتزوجت المرأة وأنهينا الإجراءات وإذا قال إنه حي فنحن ننتظر وهذا لا يحتاج إلى سنوات أما فيما سبق فلتوفر هذه الأشياء يقول علماؤنا يذكرون لغزا علماؤنا عليهم رحمة الله يذكرون لغزا يقول إن جماعة يصلون إن جماعة يصلون فنهق حمار ونتيجة لهذا بطلت صلاة الجماعة نتيجة لنهيق الحمار بطلت صلاة الجماعة وجلد المأمومون وطلقت زوجة الإمام هذا أتوا به لغز وهو يعني من الأشياء النادرة يقولون جماعة يصلون فنهق حمار فبطلت الصلاة وجلد المصلون وطلقت زوجة الإمام فكيف ذلك؟ قالوا بأن هناك ناس انقطع عنهم الماء وأرسلوا من يأتي لهم بماء وقد كبروا للصلاة بالتيمم فنهق الحمار فعرفوا أن الماء جاء فعلى هذا لا بد من الوضوء وإعادة الصلاة والصلاة على وضوء بدلا من التيمم هذه النقطة الأولى النقطة الأولى جلد المأمومون لأن المأمومين ذولا ذهبوا للمحكمة وشهدوا بأن فلان ميت والحمار عليه راكب يقول أن فلان وصل يعني مثلا وصل جدة وبكرة يبيجي المكة وصل في المطار أنا قابلته في المطار واصل وهو حي يرزق فما دام هذا فهم شهدوا شهادة زور ولا بد من جلده الثاني زوجة الرجل المفقود تزوجها الإمام وإذا بزوجها قد حاضر فتنتقل منه إلى صاحبها الأول لأنه لم يطلق فيقولون في السؤال وهو من الأشياء الغريبة جماعة يصلون فنهق حمار فبطلت صلاة المصلين وجلد المأمومون وطلقت زوجة الإمام وهكذا وهي من النوادر نقرأ الآن أيها الأحباب بعض الأسئلة وغدا إن شاء الله يكون كلامنا عن المفقود ومن سفره غالبه السلامة ومن سفره غالبه الهلاك هنا أحد الإخوان يقول إذا أخلى العنسان بمحظورات الإحرام إذا أخلى بواحد فيقول عليه شات وإذا أخلى باثنين أو ثلاثة هل تكفي الشات الأولى نقول لكل محظور شات لكن من جنس واحد الجمرات يكفيها شات واحدة لكن إذا كان الجمرات والمبيت وأيضا يعني بقية المحظورات فكل واحد على حدة وما كان من جنس واحد يكفيه شات واحدة يقول مسألة إرثية أيها الأحباب يقول رجل توفي عن أربعة إخوة وليس له أولاد اثنين أشقاء والرابع أخوه من أبي وله زوجة كيف يكون العرث نقول الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأشقاء وأما الإخوة من الأب فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأشقاء يقول الأخي الفاضل هل يعتدوا بالفحوصات الجديدة في هذا العصر للإثبات نقول هي قراء وليست أدلة كافية هي قراء وليست أدلة كافية وإنما يستأنس بها القاضي لإصدار حكمه ولا يعتمد عليه اعتماداً كلياً يقول إذا أعطيت سيارة لشخص ليبيعها في المعرض هل فيها شيء نقول له هذه وكالة وكلته ليبيعها فإذا حددت له السعر يلزمه أن يتقيد بالسعر الذي حددته وهو مخول في بيعها إلا إذا أنكر قال ما خولتك فهذا أمر الثالث يقول أخ كريم متمتع يدفع ثمن الهدي إلى شركة فمتى يتحلل التحلل الأول ويحلق حتى لا يدخل في النهي نقول بأن النحر ليس من أمور التحلل وإنما التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة والتحلل الأخير يكون بالثلاثة جميعا والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف أو الطواف والسعي فإذا فعل اثنين منهما حل له كل شيء إلا النساء وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء أما النحر ما له علاقة لأن كثير الناس أحد ما عليه نحر وهو الذي حج مفرد أو الذي تمتع ولم يكن لديه مال يصوم ليس كل الناس يلزمهم النحر يقول أخ فاضل يقول إنسان عقيم ما عنده ولد وأخذ ولد تبناه هل للولد ميراث نقول لا أولا هذا الولد ليس لا يصح أن يسميه باسمه وإنما يسميه باسم أبيه الحقيقي وإذا ما له أب حقيقي يختار له أي اسم لا يربطه بهذه العائلة نقول مثلا نسميها الآن محمد عبد الله عبد الرحمن سعيد خالد أحمد نجيب له اسم ثلاثي ما يرتبط ما نقول فلان بن فلان على نسب هذا الرجل وأما الميراث لا يرث لكن إذا وصى له فمن حق أن يوصي بالثلث فأقل وما زاد لابد من استعذان الورثة يقول إنسان كان عليه دم جبران هل يجوز أن يأكل منه نقول الإنسان يأكل من هدي التمتع وهدي القيران والأضحية وأما دم الجبران فهو لفقراء الحرم فهو لفقراء الحرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر